ابدأ بالحديث عن التفاؤل اه متفائل ومتفائل جدا بإذن الله للأهل يقدر يرجع من المغرب بنتيجة إيجابية تفاصيل كتيرة ممكن نقولها على مدار مشوار البطولة ولكن امبارح أنا كنت حريص أحضر المؤتمرات الصحفية عقب نهاية المباراة حضرت المؤتمر الخاص بالمدرب البلجيكي لنادي الوداد وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الأهل وكلام مرسل كل امبارح كانت في نقطة كنت عايز أركز عليها وسألت حتى فيها المدرب البلجيكي لفريق الوداد قلت له انت خسرت في القاهرة بهدفين مقابل هدف ولكن انت لقاء العودة اللي بالنسبة لك بغض النظر عن تاريخ الوداد في المسابقات الإفريقية العام الماضي السنة دي تحديدا النتائج ليست بنفس المقياس والمستوى في الأعوام الماضية الوداد هذا العام في الأدوار النهائية تأهل على حساب سيمبا برقلات الجزاء الترجحية ولم يستطع إحراز أكتر من هدف في المباراة والتسعين ديئة مع الوضع في المقارنة مستوى سيمبا بمستوى الأهلي فرق شاسع أكيد في مرحلة دورنس في النهائي قلت له لم تنجح في إحراز هدف على أرضك أمام نادي سانداونز وبالتالي استفدت من الهدف خارج أرضك بهدفين وتأهلت للمباراة النهائية وبالتالي انت على أرضك لا تستطيع الفوز بأكتر من هدف بل بالعكس فالمباراة القبرى مع الفرق بين مستوى سيمبا والفرق الأخرى زي الأهلي وسانداونز فشلت في إحراز أي أهداف لذلك صعوبة المباراة هتكون عليك وفيها ضغوط أكتر لأن الوداد نتائجه هذا العام على ما لعبه ليست جيدة في المراحل النهائية إجابة المدرب البلجيكي وأنا دايما بحب أركز في الإجابات لأن باعتبر ده جزء من المباراة وقبل المباراة قلتلكم المدرب البلجيكي دايما كل تصرحاته رايحة في إطار التريند رايحة في إطار الشو بعيدا على الأمور الفنية واتفرجنا على المباراة وشفنا من أقل مباريات الوداد على المستوى الفني والمستوى البدني بقى أقول لكم على مفاجأة دلوقتي عرفتها من خلال متابعاتنا للتشكيل الرسم النادي الوداد وده يقول لكم أن مدرب الوداد مش محضر كويس للمباراة هو بيشتغل على عوامل أخرى، ليس لاiku علاقة بالملعب التشكيل اللي بدأ بيه مواجهة الأهلي بالأمس نفس التشكيل اللي لعب بيه نهاية إفريقيا نفس التشكيل اللي الوداد لعب بينها إفريقيا لما الوداد كان بيلعب الأهلي بقيادة فنية لوليد الرجراجي بغض النظر طبعا على مركز حراسة المار ما كان أحمد ريد التكنوتي ما كان يوسف المطيع اللي شارك مبارح لكن بتتكلم على طريقة اللعب المراكز العناصر نفس المجموعة وبالتالي انت بتتكلم على مين مدرب بيشتعل على العوامل أخرى بالمناسبة كمان طبعا فيه استخدام جديد لللاعب صنبو ولكن بتكلم على المراكز الأساسية طريقة اللعب والمراكز الأساسية نفس الطريقة اللي لعب بها الوداد مع الأهلي في فاينال العام الماضي عشان كده أنا بقول لكم الراجل مش مركز أكتر على تفاصيل الأهلي مبارح الأهلي لو كان ضغط أكتر كممكن يجيب التالت ورابع ويخلص الفاينال ولكن هي القرة كده حلوة القرة كده حلوة المكسب كده إنك ممكن تخرج هنا اتنين واحد عشان تلعب مبارانك وتكسب وترجع بالبطولة الجزئية بقى اللي سألت فيها المدارب البلجيكي وإجابته كانت إيه عشان تعرفوا إن الأمور هو عايز يقولها مش في سياقه هو قالك أنا مباراة سينبا الوداد كسب واحد سفر والهدف ده ممكن يحتاجه في مباراة نهائية فمش محتاجه أكتر من كده والمباراة دي ما كانش هو اللي بيقودها كان خوان كارلوس جريدو تمام؟ وقال كده قال كده مش دي المباراة اللي قدت بيقودها لو هتكلمنا عن مباراة سانداونز دي المباراة الأولى على الأرضي فلو تعديلت سلبي ما عندش مشكلة كان عندي فرصة في مباراة العودة ولكن هو مفهمش مغزة السؤال اللي أنت على أرضك بتفشل في إحراز المزيد من الاهداف عشان تضمن إنك تتأهل أو تتخطأ المباراة بشكل سهل عشان كده فيه ضغط عليه وهو أم بارح في إجابات وواضح إنه فيه ضغط عليه والضغط أخطر على فري الوداد لأنه مطالب بإحراز هدف وأنا واثق إن الأله يروح هناك ويحرز هدف ولازم الناس تشتغل على الجزئية دي على فكرة يا جماعة لما تلعب أكتر من نهاء إفريقي وفي بعض المناسبات ممكن تلاقي نفسك تعملت بشكل خاطئ في بعض الأحداث الرياضية لازم تغير الفلسفة بتاعتك الفلسفة المراضي نركز في الملعب الفلسفة المراضي نروح عشان نكسب والأهل يقدر يكسب الأهل يكسب الرجاء السرادي وأقصى من دور التمانية العام الماضي أقصى الرجاء أيضا من دور التمانية وكان كسبان هنا اتنين واحد وهناك تعادي الإيجابة واحد واحد حد يقول لي أصل المستوى الفني على فكرة الناس كلها مش بتتكلم عن المستوى الفني الناس كلها بتتكلم على الأتموسفير وأجواء مراكب محمد الخامس نفس الأجواء دي بل أصعب منها قدام الرجاء تأهلت للعام التاني على التوالي الجزاية التانية والمرة دي انت لعبت مباراة على شوطين فانت رايح عندك فرصة لازم تؤمن بحظوظك ولازم تعرف انك الاسم الكبير في القرى الإفريقية انت بتلعب حامل اللقب نازل مباراة بيلعب قدامك زون ديفين ساعة 18 وخاف يدخل فيه أهداف بطل إفريقيا اللي مباراة كان جاي لعب الأهل خاف يدخل فيه هدف فبيأمن لأكتر من حوالي 45 ديال في شوط الأول مفيش هجمة تسقر إلا واحدة بس تصدى لها ببراعة مصطفى شبير وخده مثال صغير مصطفى شبير حارس صاعد أول مشاركة إفريقية ليه مع النادي الأهل أسد في حراسة المرمى فاحنا عندنا دايماً الأهل عنوانه الأهل بمنحضر نلعب بالشناوي نلعب بمصطفى شبير نلعب بأي لعب 11 راجل في الملعب يكسبه هنا ويكسبه برا انت رايح الخوف كله منك الناس كلها عامل لك ألف حساب أنا بتكلم بواقع الخبرة والحضور في المباراة الكبرى والمناسبات الكبيرة في السنوات الأخيرة يا جماعة تركزنا كله على الملعب رغم الأخطاء التحكمية اللي كل بيتكلم فيها من مبارح رغم كل الظروف دي بس كنت مبارح ممكن تكسب اثنين وثلاثة واربعة وبالتالي هناك تقدر تكسب وتعمل اسكور ونتيجة جيدة والوداد هناك من زي هنا وفلسفة اللعبة هناك من زي هنا وإمكانيات لعبتك هناك عتبأ أفضل من هنا وخليكم فاكرين الكلام ده لغاية يوم الحد اللي جاي الأهل بإذن الله هيرجع من المغرب خلوا فيه دعم معنوي دورنا الإعلام هنقوم بيه ومش هنركز فيها تفاصيل تانية لا هتكلم على تحكيم ولا هتكلم على أخطاء ولا هتكلم على منافس ولا هتكلم على أي أمر تاني إحنا الأهل يا جماعة الأهل يفاس بدورة أبطال إفريقيا 2006 من السفاقس في تونس الأهل يفاس بدورة أبطال إفريقيا من القطن الكاميروني في جاروة في حضور رئيس الاتحاد الإفريقيا الكاميروني عيسى حياته اللي بينتمي لهذه المدينة لقات قوية جدا وفيه نفوس كبير جدا في الاتحاد الإفريقي فيه تفاصيل كتيرة جدا ممكن نقولها على مدار سنوات وسنوات الأهل قدر يعمل نتائج قبرى الأهل التاريخه في البطلات الإفريقية خارج مصر أكتر من داخل مصر أؤمنوا بحظوظكم والأهل يقدر يرجع من كذابلانكا بمكسب وبالبطولة كمان بإذن الله طيب النهاردة على طول ما كانش فيه وقت للرح مرس الكورن استقنف التدريبات والنهاردة فيه مران لفريق النادي الأهل عشان استعداداً للقاء العودة بإذن الله في ظل خلاص تمقدمش غير تدريبات من الاتنين لغاية الخميس قبل السفر إن شاء الله مساء الخميس استعداداً لمواجهة الوداد يوم الأحد المقبل كل التفاصيل بالتأكيد هنأعرفها من خلال زميننا كريم أحمد المتواجد